بص إحنا بنتكلم من خلاص الشهر الكريم دخل فعايزين نتكلم على شكل البيت استعداداتنا في البيت إحنا تكلمنا على الخزين بمعنى أصح أو هنجيب إيه و هنجيبه إمتى شكل الحياة في البيت بيكون ملامح حقيقي لو أنت بترتبيها صح أنا بالنسبة لي رمضان بيبقى من الشهور اللي بحتاج أرتب لها قبلها بشوية لأنه أنا بعمل حسابي لده الشهر لتقريبا أفراد الأسرة كلها بيكون موجودة في البيت وبتوصل بدري بنتغدى كلنا في وقت واحد تحصلش طول السنة بالضبط طول السنة فبحب أن أول حاجة لازم يكون في الناس عندنا تنظفت العيد أنا عندي كمان تنظيفة رمضان قبل رمضان بأسبوع ببدأ على كل غرفة أدخل تأكد أنها خلاص تنظفت تمام أنها متروقة في الظل حالة التقس المتقلب أنت ممكن تنظفي التنظيفة دي قبلها بأسبوع تيجي موجة تراب تضيع كل اللي عملتين طبعا عشان كده إحنا ده الوقت مننظف كل يوم ده الوقت يأكد أن التنظيف بقى بجد كل يوم بس فكرة الترويق بتاع الأوضة بمعنى إن أنا أتأكد أن كل حد حكته في مكانها كل حاجة متروقة الدراج متروقة متنظمة ما عودش كل شوية بقى حد دي هسألني ده فين وده فين ما هو قاعده بقى في البيت خلاص ما عزين معايا كل شوية كمان ببدأ تجهيزات شوية اللي هي بقى يعني زي ما حك سألتني في السؤال الفات اللي هو طب لو مش محضرة بعمل بقى شوية حاجات كده للزنقات يعني مثلا لازم يبقى عندي صلصة في التلاجة متفرزنة جهزة لازم يبقى عندي مثلا فراغ باني لازم يبقى عندي لحمة مفروض فيه كده تجهيزات مع كل بقى آخر أسبوع ده كل أكل بعمله بزود في كميته حاجات السريعة وخزن في الفريزر ده بقى حيساعدني عشان لو ما عنديش وقت رمضان وقته دايق جدا ومجهوده على الست كمان كبير جدا يعني الست بيطعب جدا في رمضان من أول تجهيزة الفطار لتحذير الفطار لبعد الفطار لبقى طلبات ما بعد الفطار لتحذير السحور إحنا بنقعد في دوائما في رمضان ده غير بلا وهي أعزب بذلك تعمل نفسها أي حاجة فعشان كده برضو من تجهيزة الأساسية في البيت إن أنا لازم أكون عاملة حسابي شائلة أي حاجة زوايد وطبعا الولاد لازم بشاركهم بقى إن هم يحطوا زينة رمضان معي يعني زي من أهم الحاجات لإنه الولاد دلوقتي مفتقزين شوية حاجات إحنا كنا بنعيشها زمان فلازم يطلعوا الزينة معي نتأكد إنها نظيفة نعلقها مع بعض ببا شاغل أغني رمضان في البيت تقريبا قبل رمضان بتاته أربعة سيام عشان يعني يحسوا بالموضوع بالجوء بالزبط طيب إحنا الجيل بتاعنا كان عنده مفردات مختلفة الجيل بتاع دلوقتي إحنا بنقول الحاجات اللي إحنا عيشناها كانت أحلى حاجة طبعا ممكن يكون عنده هو وجهة نظر مختلفة إزاي نعمل المكس ما بين الأجيال أنا بصراحة بحاول إن أنا أعود ولازي على حاجات زمان شوية يعني أعودهم إنه رمضان لا لازم فيه توكوس في رمضان لازم استعال قبل الفطار نشغل القرآن في البيت لازم مثلا الحاجات اللي هي لازم في تحضير الصفرة يساعدوا مهما كان السنة من خمس سنين تقريبا الطفل لازم يبقى مشارك في البيت يوضي الحاجات معايا الأطباق معايا يعني لازم يحسوا بالجوء هم دلوقتي بحسهم مش فكرة ليهم مفردات مختلفة هم معزولين عن الحياة حتى يبقى زوجة متعاونين بعد كده آه ده طبعا والله أولاد وبنات لأننا دايما بلاقي أمهات البنات هم اللي بيزقوا والأولاد لأ لأ أولاد وبنات إحنا معدناش فرق يعني كله لازم يساعد وده على فكرة بيحسهم بالمسئولية وأنا بحس أن بالعكس البلاد بيتشجعوا أكتر بحس أنه هم يعني ليهم دور في البيت مش مجرد أنه هم بالضبط بينبسطوا جدا وبيتعودوا لأن الولاد إلى حد ما من سن خمس سنين مثلا لحد مثلا سبع ثمان سنين بيتعودوا على الروتين يعني لو بتعودوا مثلا من صحي الصبح ويوضبوا صريرهم خلاص وما كل يوم هيوضبوا صريرهم هل شخصية بتتكون في العمر دا؟ شخصية بتتكون بالضبط